اشتركوا في القناة 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 وتكلمنا عن ذلك شرحناه شرحناه يبقى اامر النساء في بناتهن اامر النساء في بناتهن هنا في قوله صلى الله عليه وسلم اامر النساء في بناتهن مساءة الاستئمار هنا اامر النساء في بناتهن اشاورهن في تزوجهن وهي من جملة استطابة الانفس هو ادعى الى الالفة ولان هنا فيها ما فيها من الخوف من فساد ذات البيني ووقوع الوحش بينهم اذا لم يكن برضى الام اذا البنات الى الامهات اميل وفي سماع قولهن ارغب ولان المرأة ربما عالمت من حال بنتها الخاف عن ابيها امر الله يصفح معه النكاح من علة تكون بيها او سمي يمنع الوفاء بحق النكاح او تكون المرأة كارهة او البنت كارهة لذلك ولا تعرف الا الام الام هي التي يعني تأوي اليها البنت فتحكي لها ما تخفيه في قلبها وتأوي اليها ايضا لما تقول ما عندها لذلك اشوف هنا استطابة للقلوب قال اامر النساء في بناتهن اامر النساء في بناتهن وهذه كما قلنا فيها امران الامر الاول فقهيا هو ازالة الوحشة ومنع حسب المادة وصدرع في فساد ذات البين ان المرأة تضع في نفسها كيف وان امها ولا يستشيروني ولا يتكلمون معي في هذا الباب والامر الثالث وهو الوصول الى المبتغى وهو رضا البنت رضا البنت ولان رضا البنت يعرف من طريق الام وايضا قد تعلم الام خبايا الامور وخفاياها على اساس ان كلامها يكون في هذا يعني ان كلامها في هذا الباب واضح جالي ان كلام الام سيكون قاطعا ان البنت تريد ان البنت تأميل البنت لا تريد أن ابنت لا يصلح لها هذا الرجل ليس مواكبا موافقا لسمات شخصياتها أمور خفية أيضا ما يعلمها إلا الأم فلذلك استشارتها كانت ملزمة وإن لم تكن واجبة لكنها متأكدة وإن لم تكن واجبة ولكنها متأكدة آمل للنساء في بنتهن والحديث في ضعف لك أنه يأخذ به واستعنس به في هذا الباب لأنه موافق لعلم مقاصد الشريعة وما زلنا في مسألة ولاية الإجبار وأنا ولاية الإجبار تكلم به الأهمية الثلاثة قالوا بذلك وعندهم حديث عائشة رضي الله عن رضاها أنها بابك زواجها دون أن يرجع إليها لكن سيتفرق الحكم هنا بين البكر البارغة هل تجبر أم لا والصغيرة أما الصغيرة فالاتفاق وأما البكر فحادث الخلاف بينهما بين العلماء في ذلك الأحناف يرون بأنها لا تجبر وأما الجمهور قالوا تجبر والحديث استداد بها الأحناف وحديث القادم الباب القادم قد أعله بعض العلماء أو قد وجهه بعض العلماء من المباقي وجهه توجيها يعني التوجيه في شيء من الضعف هذا إن شاء الله يأتي في الشرح غدا في هذا الحديث وهذا ختام الباب يعني هذا الحديث وختم باب الاستئمار الفواد المستمطة من ذلك في قولي تستعمل اليتيمة في نفسها فإن سكتت فوها إذنها أي الصغيرة التي لا أب لها اليتيمة التي لا أب لها والمناد هنا البارغة البكر البارغة سمها باعتوار مكانة قولي وآتوا اليتام أموالهم نعم وفي هذه التسمية هنا الشفقة عليها لتحر ما يصلحها ويصلح بها والرأف الرحمة عند نكاحها فيها تستأمر بحيث أنها تقول أريد أو لا أريد ولا تلجبار في الأب والجد فقط فلا يزوج الأخ ولا العم ولا الوصي ومالك قال الوصي يزوج اليتيمة قبل البلوغ ولذلك عن شريح وقال صحاب الرائل لا يزوجها الوصي حتى يكون وليا لها وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيا لأن لها الخيار إذا بلغت إن كان صغيرا بلغت المحيط قال التلميذ بعد خارجها الحديث اختلف أهل العلم في تزوج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلا الخيار في إيجادة النكاح أو فسخ وهذا كان من أحناف وقال بعض تبعينه وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفين سويلا لأجوز شفع لأن شفع لا أرى ولا يتي الإجبار إلا في الأب والجد لأنهم أشفق الناس عليها وهم أعظم الناس بحثا إلى الكفاءة لها قال أحمد واسحاق إذا بلغت يتيمة تسعين زوجت فزوجت فرديت فالنكاح جائز وقال أخيار لها إذا أدركت واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجالية التسع فهي امرأة قال المنذيري وأخرجه والتلميذي والنسائي قالت المنذيري هذا حديث حسن ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله هكذا ذكره معلقا وأخرجه البخارية والمسلم والنسائي مسندا قالت سكاتها اقراروها يعني إذنها صماتها يعني إن سكتت فهذا رضا منها ومنها التبسّم ومنها البكاء البارد كما قلنا وأما البكاء الحار أو البكاء مع الصياح هذه دلالة على عدم الرضا وأيضا يعني عدم الابتسامة وإدارة الوجه أيضا فيها عدم الرضا إذن هذه المسألة مسألة اليتيمة لا يزوجها إلا إلا وريوها الأب أو الجد إن لم يكن الجد مات الأب ولم يكن الجد إذن لا يزوجها أحد ولا أخوها ولا عموها ولا أحد حتى تبلغ المحيد فهنا تختار الولي لها من هؤلاء الأولياء ولو كان وصيا الوصي لا يزوجها ولوصي إن كان وليا الوصي يقدم على الولي في هذا الباب عند كثير من العلماء لكن صحيح أنه لا يزوجها لأن الذي يزوج هو الأب وإن كان أحنا فقالوا بذلك وقالوا تزوج وأحمد قال تزوج لكنها موقوف على رضاها والصحيح أنها لا تزوج حتى تبلغ المحيد لا تزوج حتى تبلغ المحيد لما العلة في ذلك لأن الأب وجد هم أعظم الناس شفقة بها وأعظم الناس رحمة بها وأعظم الناس رحمة بها بحثا عن الكفء لها هنا قال حديث في رواية بن عمر قال فإن بكت أو سكتت زادة بكت قال أبو داود ليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث والوهم من إدريس أو من محمد بن علاء قال أبو داود وراه أبو عمر ذكوان على عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها سكاتها إقرارها عمد تنال الحديث الثاني يعطبت شرحا له في الفائدة الثانية وهي أن اليتيمة تبقى لا تخير تبقى إلى أن تكون بكرا حرص الشريعة على زوان أو زوبان فساد ذات البين حرص الشريعة على سد باب فساد ذات البين الحب بي سمحونا ما ديوف عندنا من العصر فالحمد الله أن تكامل لنا الدرس الفضلاء للفعلاء إذن معادنا في الليل مع بداية المشتهد ثم الفتاوى نفع الله بكم فيها سئلة تفضلوا الآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إن أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيهادو